طيب من كم يوم كده كانت وزيرة تخطيط الدكتورة هالة السعيد كانت طلعت تصريحات وقالت ان صندوق مصر السيادي هيطرح تطوير مجمع التحرير للمستثمرين بعد اخلاء الموظفين منه هيكون فيه شراكة بين المستثمر والصندوق ده الهدف منه ايه؟ تعظيم اصول الدولة فيه مواقع خدت الخبر ده وقالت ان الدولة هتبيع مجمع التحرير لمستثمرين اجانب طبعا عشان كده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع صندوق مصر السيادي واللي اكد انه ما فيش حاجة اسمها بيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء بقى كانوا حتى مصريين او اجانب المجمع مملوك بالكامل للصندوق ودور المستثمر هو التطوير فقط طبعا زي ما قلنا صندوق مصر السيادي اعلن انه طرح كراسة الشروط للمستثمرين وخلاص نجح في وضع الخطة اللي هيتم على اساسها تطوير مجمع التحرير هنستفيد منه طبعا لان موقعه ممتاز للغاية يقع ما بين شرق وغرب القاهرة يعني هو منطقة جذب للكثير من الشركات للمكاتب الادارية وفيه تنوع كمان لاستغلال المبنى يعني المبنى مش هيستغل لحاجة واحدة بعينها لا هيكون تجاري سياحي ممكن فنادق ممكن اداري ممكن شركات واعتقد وفي تصوري ان التنوع ده مهم لانه هيساعد على استمرارية الدخل او العائد من هذه المشروعات دي طبعا غاية في الاهمية تم طرح كراسة الشروط وفي انتظار طبعا الاتفاق مع المستثمر عشان نحط الشكل النهائي ونشوف مين المستثمر او المطور اللي هيقوم بعملية التطوير دور صندوق مصر السيادي هو الاصل اللي هو ايه مجمع التحرير دور المستثمر هو التمويل لعملية التطوير فقط وعملية تطوير طبعا في انتظار المستثمر اللي هيقع الاختيار عليه بانه يقوم بعملية التطوير وهيستمر هذا الامر او احنا في انتظار الكلام ده يكون امتى في الربع التالت من خلال هذا العام وبالمناسبة فيه اولوية لسرعة انجاز هذا المشروع من قبل المستثمرين